يعد المعهد الثانوي للرياضة بالقيروانة الأول من نوعه في ولاية القيروانة حيث يجمع الملعين بالرياضة في شتى الاختصاصات سواء من الفرق المحلية أو من أبناء النخبة ولأنه الأول في تبادل وزارة التربية بإحداثه في الجهة فإن الإقبال عليه كان كبيرا بل التحق به من مختلف المعتمديات التابعة للولاية بكونه المسلك الوحيد لهذه الشعبة الجديدة برنامج علمني زار هذا المعهد الذي انطلق نشاطه الدراسي خلال هذا الموسم السيد هيثم الفرسي مدير المعهد يعطينا أكثر تفاصيل المعهد الرياضة أحدث السنة معناها وهذه بادرة باهية القروان الجهة القروان بصفة عامة بالنسبة لعدد التلم ذات حوالي 300 تلميث الاختصاصات موجودة حوالي 7 اختصاصات تحب نذكرهم لكل أمور الكرام لدينا الكرة القدم والقرد القدم والقرد السلة والريكبي بالنسبة للألعاب الفردية لدينا الكوشين كاي لدينا الكوشين كاي وعنا الكوشين كاي وعنا كاراتي كاراتي الألعاب بالنسبة للاعاب الألعاب قوي كالعلعاب جمع فردي مناسبه تيكواندو جيدو والأخير كالشفتي لدينا كفاءات تحول مفتاح سنة دراسية المعهد الرياضة واستقطبنا فيه تليميذات والإطار كل كانت للأمانة معناها الظروف في بدايتها فندها صعيبة شوي غير عنه معناها بتكاثف الجهود وكل على راسم سيد المندوب سيد المندوبة زيدا بتاع الشباب الرياضة مشكورة زيدا الناس كل تعاوننا تكاثفة الجهود فإن باش وصلنا تقريب الوضعية هذه ويسرنا معناها افتتاح سنة دراسية في أحسن الظروف في تليميذاتي أقراو وليحد لين لابس معناها إن شاء الله إن شاء الله يكون معناها دم الدعم خير إن شاء الله المؤسسة تحسن الخير الظروف تتحيق لها خير ما هو الاختصاص التي بتاعكم هناك؟ كورت القدم السنوات من سنة الأولى بريميراني ودوزيماني تروزيماني وباكالوري وشنو التليميذة هناك وفن الجمعياتي من سوريا نحن اختصاص كورت قدم يكونوا منتمين الشبيب الرياضي القيرواني أنت تتعود في فريق كل شبيب القيرواني بطبع بطبع يمشيوا يحترفوا في بلاي صخر إن شاء الله رب يوجهوا خير تشرفت بحضوركم اليوم في تغطية معناها المعهد الرياضة اللي هو معناها أحداث جديد في جهة القيروان وكلنا معناها فخورين معناها بالإنجاز هدايا وخاصة أنه معناها جاء بعد جهد جهيد وبعد معناها نضال معناها كبير برشة من برشة أطراف تعبت من أجل إحداث هذه معناها المؤسسة هذه باش لموا فيها ولداتنا معناها الرياضيين باش يكونوا في معهد واحد سواء عليقتك بالتليمذة والإدارة الحمد لله أنا كانت اللي قبل التجربة في معهد رقيدة أما كان معهد في وسطه تليمذة متع سبور السناء فما نموذج أخر تختلف تليمذة كلهم سبورتيف أصعب المعاملات كيف كيف بالنسبة لي أنا ما عنديش ميز كما تلميذ الرياضة كما تلميذ العلوم التجربية كما تلميذ العلوم الاقتصادية الكلهم تليمذة عنده دي دي فو وعنده حاجات باين علاقتكم بالأولياء متاحهم كيف الأولياء اللي قرب ينجموا يتحركوا وفما أولياء اللي هما بتبعاتهم بعض برشا سواء من معتمديات أو حتى فما سكون من ولاية أخرى فذاك فما شوي صعوبة أنا اقتصاصي تايكواندو ومورك في تايكواندو والله الحمد لله منشرة فيدرالي وحكم زادة دوزيام دان وقدر ترابي جي خير إن شاء الله حاجة أخر فهمتا لازم نمشي تايكواندو كهو سوكناوين نسكن في حفوزة ما نقرأ لاني ما بيت في دار الشبي هيا روح في الوقاند اقتصاص الرياضي متاع تايكواندو الحقيقة الحقيقة ظروف متاع الليسي وكل شي مريقلا على الأخر لسد باهين قرايا مريقلا والحمد لله لعبت ألعاب قوية إيكيب ناسيونال الحقيقة نجيو على موضوع حالة القرايا لهنا وكل شي القرايا مريقلا أما عنا إشكالية شوية مع أسيد مرات الأسيدة يخذوا فكرة خايبة على جمعة تصبر وكل شي أنا وجمعة تصبر عني فينوك شي بالعاكس مرات تلقى أسيدة يفهمك في الكلاس ومعانتها يتصرف معاك كرياضي فمدأ أسيدة تبدأ هي أصلا تدخل للكلاس تعيشك في حالة أنك تبقى استرس ساعة كاملة أصلا تلوش بش تطلع من الحصان طاح والحقيقة المسؤولين اللي يعطيهم الصحة وكل شي ما همش مقاصرين معنا ألعاب قوية اختصاص الجاري السريع السرعة اختصاص كاتسان متر والغرام متاعي كرة قدم من الحفل هل تخذيت ميداليات في العدو شاركت في أربع ميداليات جيت في ميدالية إن شاء الله عليش لي إن شاء الله موسى بنا سنة نرجع معتها مضربة إن شاء الله نولي نخدم قادين تعيب عفاة الإصابة على حسابك الخاص على حسابي الخاص كيف جماعة سبورتية في هم معانتها في السبور يكونوا معانتها مع جماعة تعيب ناسيونار هم اللي يهتموا بها أما العاديين لأ كيف عندما نتب المدرسة نتب المدرسة نتب المدرسة أما بالفلوس ندفع الفلوس معانتها مشهم هما يدفعون معانتها كا مفروض يدفعهم ليست بالنسبة لكم أنتم نزيد رياضة أما التلاميذ فقد عبروا عن فرحتهم وارتياحهم لأحداث هذا المعهد الرياضي والذي يمكنهم من فرص النجاح والتألق علميا ورياضيا كل هذا لم يحجب بعض الإشكاليات التي يعاني منها التلاميذ وخاصة منهم المقيمين بالمبيت المخصص لهم بدار الشباب في غياب مبيت بهذا المعهد رغم مجهودات مندوبية التربية والشباب والرياضة بالجهة تبقى إشكالية السكن المريح والأكلة الصحية لتلاميذ شعبة الرياضة ضمن الأولويات التي لا بد على وزارة التربية والشباب والرياضة أخذها بعين الاعتبار خصوصا وأن المعنيين هم تلاميذ أولى ثم رياضيين مبدعين وأبطال في اختصاصاتهم يستحقون كل الرعاية والاهتمام تلامذا اللي جيوا من داخل الجمهورية كما حفوز والمسلاتية حكاية المبيت والقتول حل في المبيت وجدنا حل معناه داخلنا فأني تقريبا معناها مع السيد المندوب مع مدير دار الشباب زيد كان مشكور فأنا عملنا جلسة جلسة معناها فأنا وتفاهموا الوضعية فأنا الوضعيات الصعبة هذة ما تبنيناهم فأنا تبنيناهم على عتقنا وعلى عتق مندوبيتش دار الشباب شارع فيس قروان وحاليا فيه ظروف تقريبا باهية مناسبة معناها ممتازة لأخير أطباقها مناسبة فأنا ممتازة ممتازة لأخير كل شيء ممتازة بلداء إلا الأكلة خاصة أنهم رياضيين لديهم أكلة خاصة لكن يبدو أن المندوبية ترى أنه كيمة لامدة لكل ما عندهم شخصي بينما هو الرياضة إذا ما أغذية خاصة بهم صحيح معاك لكن الإشكالية تعرف أنه توفير الأكلة لو أنه كان مطعم خاص أو معناها عدد كم كبير من المندوبة اللي يجيون من بره صحيح كانت الأكلة تكون معناها على مستوى خاصة أنهم رياضيين ورياضيين نخبة نعرف معناها الأكلة متاعهم تكون معناها ريجيم معين واحد لكل شيء تبقى الإشكال أن الأكلة تأتيهم من معهد يعني من معهد آخر من نجموش معناها العشرة تقريبا في حدود عشرة لامذة أنه بش نعملون لهم معناها مرمية معينة ولا معينة بالضرورة أن الأكلة اللي يتمتعوا بها في المعهد الآخر مش يتمتعوا بها إن شاء الله في جام في يتحلش مع مدير دار الشباب إن شاء الله يتحلش عندهم مطعم غادي معناها من دوبيت الشباب ورياضة تنجب تكفل بها في الأكلة مع عشرة من ناس ميش حاجة كبيرة يمكن إن شاء الله هذا في جام في خاطرهم ومعندهم مطعم حتى من دوبيت الشباب ومعندهم في دار الشباب مطعم مزال إن شاء الله يتم افتتاحه في مفتتاح سنة دراسية جاية سنة ليدارية جاية في جام إن شاء الله إن شاء الله تكون معناها يولوا العشرة هما تابعين النخبة وبالتالي يولوا يتمطعوا بالأكلة معناها اللي يستحقها الرياضي الظروف متاع الماكلة جملة كأثلات ما لازم نيكل مما كيما نكاكا مرة بعثين لنا بريكم زيت مرة وراء بالراس بي حاجات وتتكلش أنا ديجا قبل كنت بعث لي ما معناها كل شيء ما كي سمعت معناها اللي فما ميكلة وغلش بشي جينا معاش تبعث لي صارت الانفكسيون الحقيقة ما ميكلة مجمعة تتكلش مية أغلبيتها تبدو مزيت ما هيش متعديزات لت جملة بنسبة الإقامة مريقل على الأخر الحقيقة سيثنين مجاون مريقل أما ميكلة ميكلة في المبيت تلقى روح هاي نلقى روح بهي خير ظروف به ووفرونا ميكلة أما مشو الكل ميكلة جيبونا النقصة شوائي كما نقول يجبون بحاجة خاصة أنتم خصوصيتكم معنا ميكلة لازمنا ميكلة سبيسيال ومشو لك الدرجة معنا المهم ظروف به وميكلة به ميكلة به ميكلة مش بالصيفة اللي نحن حاشتنا به خطر تعرف نحن دي سبورتيف ولكلي كنترينيو دونك لازمنا ميكلة بحاجة ميكلة 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 هذا ليس لقيم 100% لكن مقبول ميكلة ميكلة وكل شيء دار شباب معتم صحة ما عنا إشكالية في الميكلة وكل شيء إنتي إكيب ناسيونال وسبورتيف وكليت ما لازمك تشتاكل الميكلة ذيك حتى الميا بشتركي بري بشتاعم أكل عادية للنس العاديين عادي عادي أصلا كنت كلموها تقول لكم أنتم زيادة زيادة معانتها مجهود إضافي مفروض أنه زرت شباب ورياضة هي تتكفل بالعملية قد هم المريم ينسوا أصلا البرحة في النصر النهار درما ما تفطر بشترتاح تمشي تترينة مثلا مش فطور نستنوا حدش الثمانية متعليش بشي يجي الفطور فطور صباح كابا معجون وباكو حلي بصلا باكو حلي ما عناش كونجيلاتور يبقى البرحة بتبع بشي كراس الأوكرة ناقصة موش معانتها يجيبون في كونتيتي متاع إنسان سبورتيف معانا يجيبون في ميكلة عادية معانتها إنسان سبورتيف في عوض ذاكل مثلا سكالوب أي حاجة معانتها كبشت قوي معانتها فلانطري موش يجيبون ميكلة معانتها ما فيهيش معانتها الشي ذاك المشكلة ديما عنا المشكلة حتى في البتداي ولا في الثانوي ولا ديما المشكلة معاناها نخليولهم شوية على أقل الوقت باش فهمني مشكلة رأي توقيت مدرسي ما مشكلة متحت شي يزم شوية معاناها من عش تناغب وانسيجيم معاناها ما بين وزارة التربية وزارة شباب ورياضة فهمني باش يكون على أقل التلميذ في وضع معاناها حسن خير من هك التلميذ يقرأ في بلاسة ويترانى في بلاسة لعنا لازم ووقت باش يتنقل مع تعرف القروين والظروف مش ناس كل مثلا بكره بها والولي ديسبونيبل باش يجيب ولد وبيتفي دونك مع وهو من لوليني توقيت يساعدك هذا أو يساعدك لا ما يساعدنا توقيت لماذا يساعدك خاطر وقت يأتي وقت القراية معاناها لسخ الوقت لانترين ومن نجم وشي فمش راحة من بينا تحب يوفروا لكم الوقت المسترسل اي هكيكة بضب حرصة واحدة معنا اي هكيكة تنجيم تترانى نجم وماذا تترانى في الشابيب تترقى الوقت اي 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 ومش بارشا خاطر نحن نقراوس بياحما والعشين تترانى ومعاناها ونالعا وزادة في الاختصاص الرياضي متاعنا فمش بارشا وقت باش ترتياح وتمش العشية تترانى وشنو اختصاص كتي في كورة خدم اي اي شنو تترعب الجناح وسط